ماسك مغزي ومفتح ومعالج للرؤوس السوداء ويزيل خلايا الجلد الميت من البشرة مفيد جدا 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 تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا هو ايه ماسك النهاردة هو ماسك الحنة البيضة لها فوائد كتير جدا للبشرة اولا بتفتح بشرتك درقتين او ثلاثة عن لون بشرتك الطبيعي كمان بتعالج التصبغات في البشرة بتزيل الجلد الميت والخلايا الميتة كمان بتقلل افراز الدون في البشرة فمناسب جدا للبشرة الدونية ولو بتستخدميه باستمرار وخصوصا كمان لجسمك هيبدأ ان هو يعالج لك السلولايت فمن الحاجات المميزة جدا ومن المسكات اللي فعلا مفيدة للجسم هو ماسك الحنة البيضة مكونات المسك معنا وهو الحنة البيضة ودي بقى شاملة حاجات كتير جدا داخل جواها ترمس مطحون ورز مطحون ودقيق ونشا ولبن بودر وبلح البحر ودي اهم حاجة فيه والشابة وكمان داخل فيها الفاصولية البيضة برضو مطحونة وترمس مطحون فانا قلت انا هاعد اجيب الحاجات دي كلها ونقض نطحن انا هاجيب الباكتج على بعدها كده اللي هي جاهزة سيبقى ايه اضمن ونكمل معاها بقية المكونات هنضع عليها معلقة من زيت جوز الهند وده زيت جوز الهند خام للبشرة والشعر وكمان معلقة من مية الورد وكمان معلقتين او معلقة من الحليب على حسب ما هنشوف الكمية عايزة الدقيق بس كده دي كده المكونات بتاع المسك هنضع ان احنا نخلطهم مع بعض ونضعهم على بشرتنا ترجمة نانسي قنق Loki ترجمة نانسي قرقه ثمinta او بغدا فقط كده خلاص انا عملته كله مع بعض وغسل لقوام كريمي كده زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ايه ان انا افرده على بشرتي وطبعا زي ما انتم متعودين عايزين تعملوا خطوة البخار قبلها عشان تفتحوا المسامي عملوها بس زي ما قلت مرة واحدة كل شهر ونص مش اكتر من كده وبشرتك تكون نضيفة وغسلها كويس ونبدأ نفرد الماسك على وشان بس انا كده خلاص فردته على وشي هسيبه بقى حوالي يعني من تلت ساعة لنص ساعة لحد ما ينشف خالص وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه كده خلاص الماسك نشف من كل حتة في وشي زي ما انتم شايفين مش بيطلع اي حاجة في ايدي فكده خلاص نشف هبدأ بقى ان انا افرقه وبعد كده نغسل وشنا تعالوا نشوف بس انا كده فرجته من وشي كله طبعا الحاجات اللي وعدي انا حطها فوطها تحتي عشان ينزل عليها زي ما انتم شايفين كده عايز اقول لكم انا حاسها بنعومة من دلوقتي هقوم اخسر وشي برضو عشان نشوف النتيجة بعد ما اخسر وشي ايه ونرجع لكم تاني كده انا خلاص غسلت وشي عايز اقول لكم انها مبسوطة اي بالنتيجة حاسها ان بشريتي نعمة اوي 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 كأنها بشرة بيبي البشرة كده بتتزحلق وكمان شال الرؤوس السودال في المناخير وكمان حاسها ان بشريتي افتحت درجة او دركتين سيفكوا بقى ما اللي بيقعدوا يقولوا 10 درجات تفتيح مفيش حاجة سحرة مفيش حاجة اسمها 10 درجات تفتيح هو كبيرك هتفتحي درجة او دركتين ودي حاجة كويسة جدا لو فيه مناسبة دخلين عليها او حاجة وكانت الشمس مغمقانة دا كده كان الماسك بتاعنا بتاع النهاردة طبعا عارفين الخطوة اللي بعدها ايه بتكون ترتيب السيرم بقى والكريم بتاع المرتب وكمان ترتيب للشفاية وبكده اكون عملت احلى ماسك وبقل التكلفة استنونا في فيديوهات تانية كتير متنسوش لايك شير سبسكرايب كتير مع السلام اشتركوا في القناة